اهلا بكم وجديد مشاهدي ومسلمائي صوت لبنان وسط اجواء التشنج على صعيد الرئاسي ينهي المحققون الاوروبيون تحقيقاتهم في ملفات تبييد اموال وقد استمعوا الى شهود واتطلعوا على ملفات على ان تستكمل التحقيقات في شباط المقبل ما حكم مصرف لبنان رياد سلمي وشقيقه رجال الصديف في هذا المحور مونير يونس رئيس تحرير صفحة الاقتصادية في نداء الوطن والزميل ايضا يوسف دياب الصحفي في جريدة الشرق الاوسط هذه المعلومات اخذت منك اليوم انه جايين الموفد الاوروبي وحيقابلوا رياض رحيقابلوا رياض سلمي انتهوا؟ لا ما انتهوا الجولة الاولى انتهت وشو صار بهذه الجولة؟ الجولة الاولى انتهت مبارح على انه يرجعوا بشباط لشهود اضافيين قد يكونوا يعني بيوصلوا لا هو الاجمالي لازم يشوفوا 18 18 شخص؟ الاجمالي هلا ما شافوا ما شافوا الكل هلا وفي الشهر الجاي يرجح انه يشوفوا يقابلوا رياض سلمي هلا شو هل بيخلصوا للشهر الجاي؟ تبعا لتقدم التحقيقات كانوا هني متمنين انه يحصلوا على الملف اللبناني لانه معمول تحقيق لبناني اللي عملوا جان تنوص للسنة الماضية فكانوا بتمنوا يحصلوا على كامل التحقيق ما قدروا يعني شافوا مستندات وما قدروا صوروا أو سألوا حول يعني جملة طبعا هني عاملين الجوب عندهم مكتمل بأوروبا يعني شبكة شراء العقارات والحيازات الأصول اللي مشتبع عنها طبيض أموال اللي هني مخلصينها بأوروبا تقريبا خالصة في خريطة فيها كبيرة ستنشر بعتقد باللوموند أو بالصحف الأوروبية الأسبوع الجاية بشكل يعمل صدمة يعني خريطة هائلة من التحويلات والحيازات والعقارات بفرنسا وبلندن والآخرية فهني مخلصين عندهم بدون يكملوا هالبازل هايدي من الجانب اللبناني هني تقريبا وصلين لشبهات طبيض الأموال بس بدون يتحققوا من أنه هالعقد الفوري هو فعلا عقد وهمي ومن أنه هالبنوك اللي حولت من حسابات رجع لحسابات الرياض بمصرف لبنان هي تحويلات عادية ولا تحويلات فيها طواطو لأن الفلوس رجعت من أوروبا بـ HSBC جوناب على بعض البنوك اللبنانية 207 مليون من حسابات رجع طلع فلوس لرياض على مصرف لبنان ثم إلى أوروبا وهونيك حصل فيه الشراء والخيازات والآخر فأني عم بيكملوا كل هايدي يعني البوكل بس ما في يعني ما فيه نقول بعد أنه نسكروا البوكل بعد فيه شوية تحقيقات السيد يوسف المحققون الدوليون أجوا من أسبوع إلى لبنان صار فيه هايك كلاش بالقضاء بين المحققين الأوروبيين والقضاء اللبناني بس عم نقرأ عند مونير أنه كان فيه تعاون من قبل القضاء اللبناني لكن السؤال اليوم حتى الرأي العام يعرف هؤلما المحققون الدوليون جايين بملف واحد ملف هايكي مصرف لبنان وشقيقه رجا أو كل المنظومة تبييد الأموال شو جايين يعملوا مع مين حققه طبعا هلأ بالمرحلة الأولى واللي كنا عم نواكبها على مدار الخمسة أيام المضوا من التنين لمبارح المساء الجمعة كان التحقيق يدور حول ملف واحد هو ملف رياض سلامة وشقيقه رجا وشركة فورد اللي حكى عن الأستاذ مونير بشكل مسهب طبعا هني عندهم شكوك كتير كبيري وشبهات تحول طبيعة هيد الأموال وهيد التحويلات الملتبسة اللي حصلت يعني هيد حركة الأموال اللي طلعت من لبنان ومن ثم على السويسرا على ألمانيا لكسنبورج بعدين بريطانيا لحتى رجع أصم منها على لبنان ورجعت وحيلت هيد خلقت شكوك عند الأوروبيين أنه هيد الأموال في شبهات حول هيد البرمي اللي عم تعمل بتحوا وتحقيق مستقل هونيك وتوصلوا لأدلة بتفيد أنه هيد الأموال يشوب الالتباس وأنه ربما تكون النتجة عن مصادر أموال غير شرعية لذلك الخطوة الأولى كانت عند الأوروبيين هي وضع اليد على هيد الأموال أو مصادرة جزء من الأموال بتصوير بحدود ميتين وعشرين مليون دولار يمكن 130 مليون دولار 120 مليون يورو 130 مليون دولار هي الأصول اللي عملوا لها حجز تحفز تماما تماما وبالتالي استكملوا تحقيقنا اللي موجود هونيك واجوا يعملوا مطابقة ما بين المعلومات اللي موجودة عندهم وما بين مستندات موجودة باللبنان بيعتقدوا أنه هي من السهولة أنه يوصلوا لألة كنت حضرتك سألت أنه كان في التباس أولا أو كان في اضطراب بالتعاون ما بين الأوروبيين واللبنان لأنه بالمرحلة الأولى يجا كتاب من السلطات القضائية ثلاثة من فرنسا ولكسنبورج وألمانيا بيبلغوا النائب العام التمييزي باللبنان القاضي غسان عوايدات أنه نحنا جايين نعمل تحقيق مستقل باللبنان وفيه 30 شخص مدرجين على لائحة الاستجوان لم يطلبوا من لبنان التعاون لم يطلبوا المشاركة بالتحقيق ولم يحددوا مكان التحقيق وكيف بدني يستدعو هذي الأشخاص وكيف بدني أمنوا لني الحماية يعني كيف خلف بالشكل تماما نعم طبعا كان في اعتراض كبير من الأوساط القضائية اللبنانية وصار في اتصالات يعني جملة اتصالات وقالوا للي أنه إذا حتشتغلوا بهذه الطريقة ما رح توصلوا لنتيجة رجعوا صار في اتفاق على توحيد الإجراءات ما بين القضاء اللبناني والقضاء الأوروبي نجد اتفاق على أن تقسم عمليات التحقيق إلى ثلاث مراحل لأنه بالمرحل الأولى أستاذ فادي لما كانوا حيثني حيثين أنه في ثلاث وفوط قضائية بدأت يجي لكسنبورغ وفرنسا وألمانيا كل واحد يستطيعوا تحقيق مستقل طبعا وكلهم بدأت يستجوبوا 30 شخص بنفس الوقت وبالتالي هذه عملية إرباكة كبيرة للسلطات اللبنانية أولا شيء بدأت تأمل الحماية بالدرجة الأولى بدأت تأمل المكان الذي يصير فيه الاستجوابات وكيف بدأت تصير عملية التبلغات يعني هن يجي على منطقة أو على بلد ما يعرف كيف بدأت يعملوا هذه الأمور فصار يعني توحيد للإجراءات بمعنى أنه بتكون هذه التحقيقات للوفود كلها بمكان واحد وبوقت واحد ولكن هذه التحقيقات تحصل بمشاركة القضاء اللبناني يعني يطرح الأسئلة هو القاضي اللبناني تماما القاضي الأوروبية يطرح السؤال على القاضي اللبناني القاضي اللبناني يطرح على الشاهد بس لوضح استاذ مونير أنا أنا تبعث الموضوع وطبعا حضرتك عم تحكي مظبوط الأسئلة هي الأسئلة الأجنبية الأوضاة اللبنانيين أخذوا هذه الأسئلة طبعا هي موجودة باللغات الثلاثة جرى ترجمتها للغة العربية واتفق فيها مع الجانب الأجنبي الأوروبي أنه كيف نحن بدنا نسير بالتحيات أو كيف بدنا نمشي بالتحيات وبالفعل تولى القاضيان القاضي ميرنا كلاس والقاضي عماد أبلان عملية طرح الأسئلة على الشهود باللغة العربية ودونت الإفادات باللغة العربية ولكن بحضور مترجمين فوريين ما فيه ترجمة فورية على السماء نعم مترجمة فورية طبعا وكانوا هن عم يدونوا محاضر رسمية الأجانب وكانوا يعني فيه محضرين واحد عربي صحيح ولكن المحضر الرسمي هو محضر باللغة العربية وكانوا قضاة لبنانين بكتب لبنانين ولكن هن كانوا عم يدونوا هذه التحيات وعملوا استضاحات فيما خص بعض الأسئلة ولكن كل الأسئلة طرحوها القضاة اللبنانين وفق الاتفاق اللي جار الاتفاق اللي معاني قبل عام التمييزي قبل ما تبلش هذه التحيات وهن كانوا بخلاصة التحيات إنه مرتاحين إلى حد كتير كبير للتعاون اللي حصل في عندهم كانت تساؤلات أو كافة عندهم بعض الامتعاد مثل ما قال استاذ مونير كان بدهم الملف اللبناني اللي هو أجريته النياب العامي التمييزي والقاضي جون طنوس أو بصيف العام الماضي وحيلا النياب العامي اللي استقنا فيه وحضرتك بتعرف إنه رفضوا يدعو على رياض سلامي بسبب تنازعوا الصلاحيات وبالتالي هذا الموضوع اللي ظل مكان التباس لكن الوفد الألماني عادوا اطلع على الملف من دون أن يسمح لقلو بتصوير المستندات سمح لقلو بالقطيلة عليها وتدوين الملاحظات اللي بدوية لكن لم يسمح له بأنه يحصل على نسخة من هذا الملف استاذ مونير حضرتك قلت إنه في 18 شخص إجاء الفريق الأوروبي إنه يحقق معه ما شايفهم كلهم بس فيني واضح شغلي استاذ فادي هو القائمة 30 شخص بالمرحلة الأولى استجوب 12 اللي هي اللي انتهت مبارح يبقى 18 للمرحلة التانية وربما تكون التالتي بس لا التوضيح لأنه هي القائمة تضم 30 شخص على أي أساس دمنا رياض سلام 18 أو 30 اللي كان عم يحكي عنه استاذ يوسف وعلى أي أساس فتحت هذه الدعوة هل هي على أساس دعوة خرجت من لبنان باتجاه تعقب نعم طبيعي الأموال لشركة فوري أو شو أساس هان هن ناشطين حقوقيين لبنانيين نعم بمنظمة أكاونتبي اللي تنهو المحاسبة الآن اللي فيها زينة وكيم ووليد سنه وآخرين نعم مقيمين في أوروبا زينة وكيم مقيمة في السويسرا وآخرين يعني هذي المنظمة صلبها أو نواتها الأساسية هن ناشطين حقوقيين لبنانيين يعني مش بناء على الدعوة أو الدعوة اللي طلعتها القاضية وودي عائل وهايك لا أوكي ومعلومة إضافية حقولك اليوم اليوم كونتبيليتي ناوم إجاها اتصالات من عدد من المتعاملين الماليين قد يكونوا مصرفيين بدون يتعاونوا بهذا المنظمة وحتعملهم منصة لحمايتهم تعرف شي بسموه حماية المبلغين حتحاول هاي المؤسسة تعملهم منصة حتى يقدموا معلوماتهم ضمن الحماية القانونية اللازمة أكتر من هايك في شخص اسمه نبيل عون شركة وساطة مالية كبيرة مين بيكون؟ هدا عامل في القطاع المالي والوساطة من السبعينات من هين بورسة بيروت عنده شركة وساطة يعني يقال أنه يحب لندن بدون يروح يقدم إفاتو بلوكسنبول نعم هلا ليش هقولك انت سألتني شو التحقيقات هني على جبهتين أول جبهة بدون يعرفه من موظفين لمصرف لبنان سواء كانوا نواب الحاكم أو آخرين أنه هذا العقد مر عليكم لأنه الأود بوريسي اللي هي القاضية الفرنسية اللي علقت ساركوزي وحكمته للتعريف يعني أنه ما فيه كبير قداما يعني اللي هي أود بوريسي تابعت قديسة رئيس السابق ساركوزي وحكمت عليه وعلقت له بأجره سوارة إلكترونية بتقول بمحاضرها أنه نحن توصلنا إلى أنه هذا العقد فوري هو عقد صوري وهمي معمول للتربح والاختداث نقلا عن محاضر فرنسية فإذا بدون يتأكدوا إذا هذا العقد حقيقي الشركة عملت وساطة حتى تاخد عمولة ولا هو تفنجي تجليطها حتى ياخد عمولة والآخرين هذا أول بارت الثاني بارت الذي علاقة بالبنكرجية أصحاب البنوك ليس بضروا لأصحاب البنوك قد يكونوا موظفين أوكي بطلبوا البنكرجية أنا بشملهم كلهم يعني مع احترام إلهم هذه البنكرجية هل كانوا متواطئين بالتبيض أي أو لا عارفين أن هذه أموال ذات مصادر غير تشغيلية كيف سهلوا لرجا ورياض يعني مثلا أعطيك ثلاث أمثلة ببنك الموارد السؤل مروان خير الدين إنه بنحط عندك 15 مليون بيطلع ومية وخمسين كيف شو هالعائدات الاستثنائية اللي حصلت بحساب رجا هل هي عائدات حقيقية يعني أنت كبنك موارد هالقد بتولد عائدات هكذا سؤل هالقد في حطوا قداد 15 طلع ومية وخمسين يعني الجاجي بتبيض 3 بيضات باليوم يعني فيك تقول إنه في جاج ببيض 3 بيضات أو 4 بيضات باليوم شي هكي يعني أيوه فأسئلة حول إنه بالبنك الموارد كيف يا مروان خير الدين بنحط عندك 15 مليون وبيطلعوا بعد كذا سنة 150 مليون وطلعوا عشية الأزمة يعني كأنه في تسريب معلومات إنه طلعوا يعني عشية انفجار الأزمة رجا وقد يكون رياض مطلعين فلوس من البلد طيب أنت رياض أنت على أس السلطة النقدية كيف بتطلع فلوس قبل الأزمة إنه عندك معلومات هاي واحدة اثنين فيه بنك المتوسط هني كذا بنك ستبونوك هل طلع من حسابات رجا يا بحر المتوسط لا حسابات رياض بتحويلات مباشرة أو تجير شكات لأنه فيه فيه شكات طلعت وتجيرت وراحت على حساب يفترض أنه رحت على حساب رياض فيه مصر في لبنين فيه بنك عودي فيه بنك عودي ابنه لرياض بنادي فات بشركة فيه عليها أسئلة كتير كيف نباعت وكيف نشرت وهل فيها تربح من هذا المال تحديدا أسئلة حول يعني جملة عمليات للمصارف اللبنانية هل هني كانوا على وعي كامل بأنه هني شركاء مع رياض وراجا أو هي عمليات عادية تجري وفقا للسرية المصرفية مثل ما قاية ريال حسن أنا شو بيعرفني بالعمليات هادي بتجري بحكم السرية يعني إحنا مش بالضرورة نعرف مين رجا ومين فوري إلى آخر فكل التحقيات مع البنوك اللبنانية حتدور حول هذه القصص هل هني كانوا عاملين مساعدين للتحويلات والطبيط أو هني كانوا إجراءات أو ترانزاكشنز عادية فمثلنا قلنا في بابين للتحقيق هل عقد فوري حقيقي ولا هو اللي التربح والاختلاص وهل البنوك لبنان التي يشتبه أنها راحت لطبيط الأموال سيز يوسف حكينا بعض الأنتلي سيز مونير هاودي 18 أو 30 هاودي فقط شهود وقد يعني التحقيق بيخدهم على المحاكمة ومين هني سميهوا بالبنكرجي بس من هني لا واضح هني لحدها صاروا معروفين هني موظفين كبار بمصرف لبنان حاليين وسابقين نواب سابقين لحاكم مصرف لبنان هلا ما بعرف بالمرحلة المقبلة إذا سيخضع للتحقيق نواب حاليين بس أنا بعرف أنه النواب الحاليين أكتري تنعينوا مبعد الأزم صحيح وأصحاب مصارف وربما يعني مسؤولين مصرفيين عنده تسمي خاصة في الاستاذ مونير منكرجي حلوي منكرجي كان درجي بيطلح للي بدك كوميسي بس صحيح هاودي للأشخاص اللي اليوم يمثلون أمام هذه الهيئات القضائية كشهود ما عندهم توصيف آخر ولكن بالتأكيد بالتأكيد نتائج هذه التحقيق سترتب يعني تبعات قانونية على هذا التحقيق ما ممكن يكون أجهزة قضائية كبيرة اللي جاي من فرنسا ولكسنبورغ وألمانيا واللي أنا سمعت أكتر من مرة مدعام التمييز القاضي غسان عوادات أنه عندهم ملفات متكاملة مثل ما ألمونية نعم واشتغلوا بطريقة حرافية بس على ملف واحد على ملف فوري طبعا هذا اللي عم نحسين هتتوسع قصة هلأ منرجع هذا السؤال أنا بتبني هذا الحك لذلك أنا بتصور هاودي ما جايين يعني هاك عندهم مثل ما يقولون شعطة أو أفزي بالهواء وجايين يعملوها ما بيستعرضوا مثل ما بيصير عنا نحنا استعرضات في هذه أجهزة تحترم نفسها ولديها أدلي ولديها وثائق مثل ما قلت لك إجت الطابقة مع بعض المعطيات والوسائق والمستندات اللبنانية وبتصور بالمرحلة الأولى نجحت بمهمتها اليوم بعد استكمال المرحلة التانية والتالتي أنا ما بتصور من هلأ ليرجعوا للمرحلة التانية ما بيكون في إجراءات ولكن بعد من أكيد في إجراءات سيتخذ القضاء الأوروبي بهذا الموضوع تبدأ بتوجيه اتهامات مباشرة للأشخاص اللي بيثبت تورطهم بهذه العملية المشهورة من يثبت تورطهم صراحة أنا ما فيني يعني الشهود قد يتحولون إلى متهمين طبعا التحقيق معهم أو شو من نسميه تحقيق أو استماع طبعا تقوله تحقيق هو الاستماع التحقيق لأنه هذا التحقيق اللي مفتوح أصلا المحاضر المفتوحة استاذ فادي هي محاضر التحقيق طيب للبحث عن عن حقيقة عن حقيقة يعني على شو دارت مش شو دارت أكتر شوي أكتر تفاصيل لا بتصور شرحها بشكل واضح الاستاذ مونير لأنه في شركة اسمها شركة فوري لما صارت وهذا المحور الأساسي اللي عم يدور حوله استاذ فادي أنه في عمولة أن أبضت مدخلين عمليات الاكتتاب باليوروبان بصالح الخزين اللبنانية وبالعقود وبالقانون لا يسمح بإدخال وساطة أو بإدخال حدا يكون عم يسمسر بهذا الموضوع اليوم المشتبه الأساسي في هذا الموضوع هو رجاء سلامة وعندما تقول رجاء سلامة أنت ما فيك تفصله عن رياض سلامة هذا خي لحاكم مصرف لبنان وبالتالي أنا عمول بحسب المعلومات المتوفرة حاليا لو لم يستخدم نفوذ رياض سلامة بهذا الموضوع ما كان بقدر يجري يعمل عملية وساطة وحاكم مصرف لبنان بيعرف أنه الأنون يحضر العمولي دفع العمولي بموضوع الاكتتاب بسندات الأنون يحضر الآن التحقيق اللي عمله القاضي جون طنوس بيقول فيه رجاء سلامة أنه العمولي اللي أنا أخذتها هو يعتبر أنه شركته كشركة وساطة مالية هي اللي أمنت الزباين لحتى يكتبوا به سندات اليوروبوند وبالتالي هو أخذ العمولي من الزباين ما أخذها من مصرف لبنان ولا من الدولة اللبنانية وهذا الشي يبدو أنه لا ينطبق على الواقع مسألة أكتر من هيك واللي أنا مبارح سمعتها من التحقيق أنه لا نفترض اليوم أنه 326 مليون دولار الموجودين بأوروبا هني أخذوا عمولي على أكتتاب سندات اليوروبوند بحسب الأرقام يعني على الكالكيريتر إذا بدك تحسبها بده يكون عندك مكتتب ب 96 مليار دولار وهذا الشي ما صار وبالتالي في مصادر أخرى لهذه الأموال اللي يوم يبحثوا عنها عرفت علي كيف كل هذه الحلقة المترابطة اليوم التحقيق يدور حولها يعني أموال فوري أو الملف 365 مش كلها عمولات طماما لا شو غير معلومات عندك ما هو التحقيق نبدأ بفوري فابلش بفوري وسيتوسع تشوف هالكل هاتبين أن 326 مليون دولار فعلا متل ما عني قول زميلنا هني مش نظير عمولات الإصدارات كلهم فإذا في جزء منهم من مصدر تاني أعطيك مثلا النموذج كيف ممكن تتوسع التحقيقات إمارة لحشنشتاين عم تسأل بين تعاملات بين نجيب ميقاتي ورياض سلامي بين الشركتين لك وين رحنا أكيد هذه فيها طلب استعلم قضائي مش سر يعني عم تطلب لحشنشتاين أنه برروا لي يا سيد نجيب ويا سيد رياض أو يا قضاء لبنان شو هالتحويلة بين الشركتين بين شركة مالية لأهل مقاطي وحساب لرياض سلامي بين شركة والحساب مش بين شركة وشركة مش بين شركة وشركة بس أنه صاحب الحق أي مش فوري مش غير فوري أكيد هيدا اللي كنا عم نقول لبنى شوي تروح الممكن تروح التحقيقات يعني كل يعني رح يصير فيه ترصد لكل الحسابات لكل حركة الحسابات مثلا إمارة موناكو إمارة موناكو كفيلة بلنشنشتاين كفيلة بلنشنشتاين واضحة 16 مليون مش واضحة عم يسألوا عنها طيب هاي دي قد تضم الى الملف طيب في امارة موناكو دعوة ضد آل ميقاطي حول حسابات دخلها كاش كتير من وين من آل ميقاطي على امارة موناكو في اسئلة من قضاء موناكو للبنان ادى حجم المبلغ اكتر من 16 مليون يعني ما عندي رقم دقيق بس يقال انه رقم محرز يعني ونجيب مئات رئيس الحكومة بيقول انه هذا الملف اقفل رد بالاعلام قال اقفل في موناكو وعالارجة حسب الكنار اونشينيل الفرنسية انه لم يقفل وقد يكون هناك حسب الكنار اونشينيل صداقة فرنسية ما ممكن تجي بالطريق في خاص فيما خاص امارة موناكو كلها بعدها هذه مفتوحة ما تسكلت هل تفتح على بعضها انا بقولك في احتمال كبير انه التحقيقات تتلسع ابعد من فاري خصوصا اللي قالوا زميلنا وقد يكون وجيه 326 مليون قد يكونوا مش كلهم ايجوا من فاري اه فاذا ايجوا من مصادر تانية تعاوا نشوف المصادر التانية هل هناك حصل تربح مثلا من الهندسات المالية يعني هل طابخوا السم اكل منه مثلا قصة هتفتح اذا يعني برأيي اذا الاوروبيين بدوا يروح لابعد مدى وعلى الارجع وهذه هتاخد وقت قصة هتفتح قد تكون على كل التعاملات المالية ذات العلاقة طبع مصر في لبنان بشكل او باخر سواء باصدارات السندات او بالهندسات المالية واكتر من هيك اه في شيء له علاقة يعني يعني للخريطة اللي كنت عم بحكي عنها من شوي اه واصبحت متاحة يفترض انه اسبوع جاية في اه رياض سلامة وعشرات الشركات حول العالم عابرة للقرات انا اطلعت عليها يعني اذا اذا دا فيها نحطها على الشاشة عابرة للقرات ايه عابرة للقرات وفيها كتير ناس شركاء يعني كنا من شوي عم نحكي عن شراكة بين نادي سلامة وبانك عودة اذا انا في مال راح بمساهمات وبشراء عقارات المانيا فرنسا الاخشنشتين الجنات الضريبية اموناك ومش عارف وانه الاخرية وطبعا بانما اراق بانما يعني بتشهد على هدا الشيء بتكمل البازل اذا ببا فالموضوع سيتابع ليس فقط على سعيد القضاء الاوروبي على سعيد القضاء الاوروبي اللي الشادناء هون مثل ما نقول هل في دخشنشتين وفي موناكو مثلا طيب بعد ما اسمعنا شيء عن بلجيكا بلجيكا بارح قرق قرار البرلمان يسمح بالادعاء على الفاسدين اللبنانيين ومعارقين الاصلاح وحطوا بمقدمته اسم واحد هو رياد سلامة تستغرب بمقدمة القرار البرلمان الاوروبي مبارح اللي اقرب بالاجماع من مختلف الجهات السياسية تعرف بلجيكا مثلنا منقصينها بعضهم احزاب متناقضة بين قوميات واثنيات وداخل بالاجماع حصل بالبرلمان تصويت على هذا اللي بيفتح على هذا القرار اللي بيفتح على باب تخير انت وانا اليوم ممكن نروح على بلجيكا اذا عندنا معلومات ونتشكى على مين ما بدنا بلبنان تخيل نعم والمسعبة انه بلجيكا اللي اجا من الامم المتحدة اذا تتذكر السنة الماضية وعمل تقرير بيقول فيه هايدي جريمة ضد الانسانية اللي صار بلبنان هو بلجيكي احد اعضاء الحزب احد اعضاء الحزب كبير ببلجيكا وهذا بيفتح على قانون اطار اعتمد بالاتحاد الاوروبي بتموز الواحدة وعشرين خاص بالعقوبات تخيل انه ممكن لانه بعده لم يفعل قانون العقوبات باتحاد الاوروبي اللي اعتمدوه بتموز الواحدة وعشرين فيما خاص مرفق بيروت معرقلين الاصلاح انه ممكن يتخذ عقوبات ضدهم بعده لم يفعل اللي عمله القضاء البلجيكي بيفتح على هذا الانون الاوروبي ونرجع اقدموا من اقل من شهر تقرير من اكتر من تسعين صفحة فيه تمام متهمين بالدرجة الاولى بالاسماء مطلوب عقوبات عليهم منهم رياض واخرين من هن الاخرين يعني هن كان عندهم سأقول لك الموضوع كان عندهم 72 اسم بعدها لقوها كثير كبيرة قالوا دعونا نركز على ثمين اسماء مطلوب العقوبات ضدهم اللي هن كانوا بسدة المسئولية واللي هن بسدة المسئولية السياسية هذا السؤال فكتب تنبأ مين وبسدة المسئولية النقضية وبالبرلمان في حدا من لجنة المال والموازنة اللي بيفترضو هن انه عرق الاصلاح بحيام خطة لازار وقت اللي خطة لازار بالعشرين صعتت صعتت بلجنة المال والموازنة وهي كانت فرصة للبنان بيفترضو وأجهدت هل مطلوب معاقبتهم فهت من اسماء بالدرجة الأولى صاروا مطلوب معاقبتهم بالاتحاد الأوروبي بدعم من بس حضي فكرة جملة في نائب فرنسا هو نائب نائب رئيس حزب الجمهوريين وهو نائب أوروبي فرنسوا قزافيه بيلامي اسمه اجه على لبنان من شهرين ثلاثة هو عم يتعاون مع أكاونت بريتنا حتى يوصل هذه الملفات لخواتيمة بالاتحاد الأوروبي تمهيداً لعقوبات بعد هذه المقاربة سيتوسع التحقيق في نقاط في مزاريب يستطيع أن يهرب منها المتهمون إن كان أو فيه رح يصير فيه حمايات سياسية سيتم الضغط على القضاء اللبناني اليوم عم بسمع أنه بصير فيه ادعاء على رياض سليم وخيو أمام القضاء اللبناني بيقفلوا الطريق على التحقيق الدولي علماً أنه عم يحكي عن بعض السياسيين ودائماً بينحكي أنه فيه بالمنظومة السياسية حماية لا رياض سليم وخيو خلينا نكون واضحين ما قبل دخول القضاء الأوروبي على هذه التحقيقات ليس كما قبله لازم نكون واضحين بهذا الموضوع والحمايات السياسية إذا كانت بتزبط باللبنان ما بتزبط بأوروبا إطلاقاً خصوصاً أنه هلأ ما بيصير فيك دي على تحقيق فيكين من ضمن ورشة طويلة عريضة أنا بقول لك أكتر من هيك اليوم هيدا التحقيق اليوم ووفق الاتفاقية مكافحة الفساد صحيح أنه اليوم إذا الملف اللبناني يتحرك إذا بكرة الأسبوع المقبل أعين مدعي عام جديد ببيروت وكلف النظر بملف رياض سلامة وبشر بالإدعاء على رياض سلامة وحولوا على قاضي التحقيق أنا أجزهم أنه ما في قاضي اليوم يطلب وقف الإجراءات الفرنسية لأنه هذا بيعرف أنه ما بقى فيه تتوقف هذه بالدرجة الأولى المسألة الثانية هني بيعرفوا اليوم أنه القضاء اللبناني يخضع لضغوط سياسية لكن بالأضايا اللي بدوا يطلبها من اليوم القضاء الأوروبي ما فين يغطوها ما فيهن خلص لأنه الملف صار بمتناول هذه الأجهزة القضائية وخلال الخمسة أيام المضوء استاذ فادي كان فيه فريق عم يجري تحقيقات بقاعة محكمة التمييز بالطبق الرابع وكان فيه فريق عم يطلع على ملف رياض سلامة بالنيابة العامة التمييزية وعفوا النيابة اللي عم يستئن فيه وأنا هون أنا عم وصف واقع مشهد عم يصير على الأرض أنا لا عم بتهم رياض سلامة نحن كل واحدة بالتوصيف وطبعا وطبعا هو يتمتع بقرينة البراء إذا كان متهم فكيف بعد ذلك ما تتهم ولا ولا الدعي عليه ولكن أنا عم أقول بالتوصيف بالمشهد اللي عم شوفه بالتوصيف الآنوني الملف لن يطومن الآن وصفة صاعدا أنا أقول أكتر من هيك اليوم إذا فيه حدا كان متضرر من الإجراءات اللبنانية ومنع الملف أن يأخذ مساره القانوني اليوم سيفضل أنه هذا الملف أن يعود إلى المسار اللبناني أفضل ما يذهب إلى ملف التدويل لأنه أنا بتصور مثل ما بيقولوا التوليت خلص ما بقى يقدروا يعملوا شيء يعني هون أنا بتصور الإجارات اللي عطاها الأستاذ مونير أنا معه مئة بالمئة فيها التحقيق هو عبارة عن دومينو مجرد وقت أول حبي بده يفرض تلك يعني من هون المقاربة قد تكون الإدعاء على رياض سليمي وخيه أمام القضاء اللبناني اللي قطع الطريق على الملف بس ما حيقدروا يعملوا ما حيقدروا يعملوا لأنه لأنه وأنا سمعت من مرجع قضاء كبير نعم أنه نتمنى استأخار هذا الإجراء لأنه سيفهم أنه عرقلي لمسار القضاء الأوروبي في لبنان نتمنى يعني يعني واحد مرجع قضاء كبير عم يقول اليوم عندي بعض سؤال لإلك أستاذ يوسف وكأن الملف بدأت تحول ما بدأت استخدم التعبير أنه راح تروح على المسؤولين النقديين والمصرفيين على رأس رياض سليمي القوة السياسية اللي حدا اللي حكي عنا مونير هي يعني الإدعاء على رياض سليمي أمام القضاء الأوروبي بيبرق السياسيين اللبنانيين لأن هن المتورطين أنا برأيي هذا المفتاح للوصول للسياس هذا هو مفتاح هو المفتاح للوصول إلى المسؤولين السياسيين وخلينا نتفع على شغلي أستاذ فادي اليوم أزمة لبنان مش بـ 300 مليون دولار فيها اليوم فيها أزمة فيها أزمة 100 مليار دولار هادي الشعب اللبناني يخسرون وهيدي اللي وصلت لبنان إلى الانهيار قد يكون الطعم اليوم هو 300 مليون دولار قد تكون طعم شركة فوري اللي هي بتكون ما تخلى توصل لهيديك الملفات ولكن أنا أعمل لك اليوم هذا الملف فتح ومن الصعب أقفاله بالمرحلة المقبلة وأنا أقول لك أكتر من هاي طواطئ الدولة اللبنانية وجزء من القضاء اليوم مع ما كان يحصل بالسبق والتغطية على كتير من الملفات الفساد الموجودة بالبلد ستدفع باتجاه أن تتفلت الأمور من يد الدولي ومن يد القضاء اللبناني على نطاق واسع اليوم نحن فلشنا بالملف المالي بارح كان فيه وفاة قضاء فرنسي حامي حكي بملف المرفى بعد فترة يمكن يحقوا بقصة العقبية وبالتالي لبنان فقد الاستقلالية أو فدأ فقد المعنى العقبية تماما بسبب تلققه وبسبب ضعفه وبالتالي هذه الأمور أنا ما بقت قصة لبنانية داخلي صار الملفات اللبنانية مدولة إلى حد كبير وهذا يفتح مجال إلى أن يوضع لبنان أمامه وصاية شاملة ليس فقط على مستوى القضاء ما بنعرف بكرة لوين بالروح سيد مونير بس بعد عندي خمس دقايق إذا كنا نحن عم نحكي أنه فوري سيفتح الملفات الأخرى ولن تتوقف هذه التحقيقات اللي كنت عم تحكي أنه في 8 من هؤلاء المسكين السلطة منهم أحد المسؤولين بلجنة الإدارة أو المال والموازنة عفوا أحسن من ضيع هيدا التحقيق سيستمر بدي أسأل ذات السؤال اللي أسألته للزميل يوسف هل القوة السياسية قادرة على تطويق هذا التحقيق إن كان على الصعيد الداخلي أو الخيرجي يعني بعض المصرفيين بس هي المشكلة ليس بال365 أو 325 المشكلة أكبر بكتير في 100 مليار نعم القضاء الأوروبي مش معنى يرد لللبنانيين 100 مليار دولار ودائع هو عم يحقق في قضية إجت أمامه العلاقة بتبيض الأموال على أرضه على أرضه العلاقة بتبيض الأموال فبالتالي هو راح بفوري هلأ فوري بتتوسع لمصادر أموال أخرى تبحث عن مصادر أموال أخرى لرياض سلامة وتصل إلى ملفات نقضية ومصرفية داخلية كنا نحكم قليلا في هذا الاحتمال الكبير فيما خص التغمى السياسية الحاكمة وما إذا كانت ستترك هذا التحقيق يأخذ مجراء أي أو لا شوف نحن لدينا نمازج مع هذه الإصابة أنه بتحقيق المرفق شو عملوا وقفوه وصلونا لحرب أهلية لا أستبعد إذا وصلت الموس لدقن لش هم قول لدقن شوف أخفادي في أكتر من نص المصارف فيها ملكيات سياسية وكنا نحكي إنه قليلا موارد وبحر متوسط وبشو هارف شو فيه ملكيات سياسية من هو سر هذا وهذه البنوك لأصحابها بالعمل السياسي هنه جزء منها المنظومة تقريبا نص القطاع فيه ملكيات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر وحصل فيها مخالفات على مدى كل هذه السنين بالقروض المدعومة بالديون اللي لمعن ردت حصلة قروض أخذت ومن ردت وانشطبت واتخذت مقونات مقابلها واتضح لاحقا أنها منكيس المدعين ملف طويل عريض يعني بيوصل بشكل أو بآخر لهالبنوك اللي فيها ملكيات سياسية هل هدا تحقيق الأوروبية حيوصل لهون وشو حتكون ردد فعل السياسيين المعنيين أنا حاولك من هلا حتى ما نكون كتير رومانسيين ما حيسمع بس هدا شو بيعني يعني مزيدنا العزلة وهو بدي أفتحها لألانا بس فرأني معهم بين أزلوا بس مهم يوصل لأول شي لازم نعرف أنه أي خطوة مقبلة بالأشهر أو بالأسابيع اللي جاية ذات علاقة باتهام رياض سلامة صندوق النقد حيقول لك أنت هدا بتشيله من المشهد أنا عم تفاوضني عبر هدا هدا متهم هدي أول شغلة فورا حتى حيقول لك هيا صندوق النقد بما أنه نحن عنا إجماع أنه لازم نروع صندوق النقد أول شغلة هيا صندوق النقد أنت كيف عم تحطيلي بالتفاوض أو حدا معني بالسياسة النقدية متهم بطبيع أموال أول عقدة أثنين الأوروبيين عم بيقولوا لك ما تعرقل تحقيقنا لأن إذا عرقلت تحقيقنا أنت طالب مننا مساعدات وقروض وأسيستانس مش هيك إذا ما عندك مصلحة تعرقل تحقيق رايحين عم مشهد ديش يعني أعمل هكذا ليل عبد لطيف وغامر بس رايحين عم مشهد مزيد من العزلة وبتمنى لا يعني بس نحنا اليوم دولة فاشلي مفلسة سنصل إلى دولة مارقة شو يعني مارقة دولة مافيا تصرح يعني اليوم المارقة يعني سبعين إلى ثمانين بالمليه من تعاملات البلدنا اليوم كاش كاش انت بتعرف أنه هادي صارت نادرة وشركات صارت نادرة بالعالم وهادي أرض خصبي للتبييد وأرض خصبي أهم معطى لتبييد الأموال بالعالم اليوم هل سنصل إلى دولة مارقة بمعنى أنه أم الخارج وأم الصندوق وخلينا إحنا بيناتنا أنت بتوع عزلت حالك وصرت متهم مشار إليك بالبالان أنك دولة مارقة سياسيك فاسدين مصرفيك فاسدين شعبك مش عارف شو إلى آخرية إلى آخرية هل حيوصلون لهون وهذا وقتنا بدحكي عن الارتطام الكبير وما له علاقة بالليرة برأيي بالليرة الناس بتفتغير الوعليقة الوعليقة بشو الوعليقة نصير دولة مارقة آخر سؤال لأن خلص وقتنا يعني عمل مشهدية أنه ما رح يخلو يوصل حتى لو صار فيه هذا الانفجار والارتطام الكبير فائل أنه هذا التحقيق سيصل إلى مدى حتى لو دفعنا يعني أكبر الأثمان أنا عمل لك لو بتصور استاذ فادي لو بقينا بالقدرات اللبنانية وبالقضاء اللبناني المترهل حاليا أكيد ما رح يوصل لأيام عزيم مشهد المرفأ السياسيين بدون عطلوا بدون عطلوا التحقيق تماما تماما ولكن أنا عم أقول اليوم القضاء الأوروبي والقضاء الدولي صار شريك معك بهذا الموضوع ومجرد أن يصبح شريك معك أولا أنت ما بقى فيك تخبي معطيات وأدلة يفترض تكون موجودة شغلة تانية أنت ما فيك تخفي تعاونك أو ما فيك تحجم عن التعاون مع قضاء أوروبي يبحث عن أضايا وعن مستندات تعنيه قبل ما تكون أنت بتعنيك أنت بالدرجة الأولى وبالتالي اليوم بس يروح رياض سلامة على التحقيق نحن عم نحكي هلأ بالافتراضات بس يروح رياض سلامة مش عم تحقيق هون بنحكيه بلبنان إذا رأى على موقع الشبهة أو الاتهام لاحقا وخضى على المسائلة أنه رياض سلامة بده يسكت عن شركاء اللي كانوا موجودين معه بهذا الموضوع إطلاقا هاي دي منظومة كلها متكاملة حلقة مترابطة بس تفرط حلقة منها بده تفرط كل الحلقات هلأ بتقلي شو التمن بده ندفع وإيه ممكن ندفع التمن كبير ممكن هاي دي المنظومة تخدك ع حرب أهلية وما تسلم راسل لأنه بس أنا عم قل لك لم تعد في مأمن كما كانت بالسابق أنا بدأ أشكركم مونير يونس رئيس تحريص صفحة الاقتصاد الاقتصاد فيني يوسف دياب الصحافي في شر الأوسط أهلا وسهلا حلقة كتير مهمة وفيها كتير معلومات أنا أشكركم مشاهدين اتهت الحلقة تابعونا دائما تنطرونا كل سبت في هذا التوقيت إلى اللقاء